السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اقول الام ديالي خدامة في الحمام ديال الحمام وغاد يتمشي للعمرة بغاد تعرف واش حرام والاحلال الى رجعت وخدمات في الحمام الحمام ديال الحمام هذا نظام جديد لم يكن في عهد النبوة في عهد النبوة لم تكن هناك حمامات الان من يذهب الى الجزيرة العربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لن يجد هناك حمامات شعبية حمامات ظهرت اول ما ظهرت في العالم الاسلامي مع الاتراك حمام تركي هم الذروا حمامات شعبية هنا حديث اللي كتقول وعد وتوعد بالعذاب الاليم لمن يدب الى الحمام لان في عوري وفي اختلافه كشف للعوراء ولكن احاديث بطلة لا اصل لها لان الحمامات لم تكن في الجزيرة العربية في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت في الفرس وعند الروم ثم دارت في العالم الاسلامي مع الاتراك المغربون عندنا الحمد لله تقافة الحمام موجودة وهي تقافة مرتبطة بالنظافة كالقو غالبا الحمام قبل الجامع انسان كي اغتسل كي عم كي بشي صلي وحنا الحمد لله في كتب الفقه اول كتب كالقو في العبادات باب الطهارة رفع الجنابة الوضوء الاغتسال فالحمام كي يقوم بهذا الدور فالحمام في اصله مباح والعمل في الحمام مباح والاجرى لكي يخدها العامل او العاملة في الحمام مباح لكن اين يكمن الخلل الخلل يكمن في كشف العورة فقط فالك الانسان يوصي يقول للرجال من الذين يدخل الحمام ديالهم الرجل لابد ان يسترى عورته العورة دي الرجال كتكون من الحزام الى الركبتين وفي رواية الى الفخدين في خلاف ولكن الارجح يكون الى المئذر للرجل من الصرة الى الركبتين لكن الى بقوا الفخدين العريانين لا بأس لانه وقع في بعض الاحاديث ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخده وفي حضرة سيدنا ابي بكر وعمر وعلي فلما دخل عثمان استوى النبي الكريم ولما سأت امنا عائشة لما فعلت ذلك قال الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة سيدنا عثمان رضي الله عنه لكن الشاهد عندنا ان كشف الفخذ بالنسبة للرجل ليس بعورة فالعورة من الصرة من الحزام حتى التحت شوية فوق الفخدين ولكن المئذر حتى الرقب كان افضل واكرم اما المرأة المرأة في العادة النساء للأسف اخبرنا بان المرأة في الحمام البلدي ما كي يلبسو شيء اللباس البعض او كي يلبسو شيء اللباس خفيف جدا فلابد من ستر العورة المرأة اللي دخلت للحمام تستر النفس ديالها وتحاول تبعد من الانظار لان نحتى كينا بعض النساء اللي فيهم تمها هذه النظارات وربنا عز وجل امرنا بغض البصري بين الرجل والرجل والراجل والمرأة 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 واللدان يتيانها منكم هي كي تكلم على الصحاق بين النساء في القرآن العظيم في صورة النساء فلابد للمرأة ان تسترها وراتها كي المرأة تشتهي المرأة هذا حرم وباش نكون في مأمن لابد المرأة انها تستر نفسها فالام ديالك بنتي شروق خدمة في الحمام هي بمدى مطالبة مطالبة انها توجه بالخير تلقى العيالات تدخل على العيالات الله يرضى عليكم ابنيتي لبسوا كذا كذا ديروا كذا وكذا استر نفسك بنتي هذا اللي عليها هادوك الحمام غاد يبقى نفتوح وهادوك النساء غاد يبقى يجهل الحمام ولم يمديالك تبشي للعمرأة وتبقى أخذ دماء في الحمام فلوس أحلال بإذن الله لكن لبغى تقرب إلى الله تعالى بواحد تقرب ما تهربش تبقى ولكن غادجي من العمرأ غسلة نظيفة من الخطايا والدنوب وغادجي مبادل الإصلاح لأنني سأل إلى التصلح ومشاه ربع وسدع له باب وسدع له لا لا المطلوب أنه بعد أن يؤدي الحج والعمرأة يعود للمشاركة في الإصلاح للمجتمع الإصلاح إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت ترجع للحمام تخدم فلوس أحلال لكن ما تسكتش كما قلنا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ما تسكتش من اللي تكون في الحمام بنيتي الله رضي عليك ديري كذا وكذا وحد طيئب رجل كان يقول الرجال حضرت حمام دي الرجال أش كان كيدير كعمرتاي واللي دخل عنده من الرجال وشافوا لبس لبس ما الشي هو هدك كي يجيب لي الشاي واللول بسم الله بسم الله هكا حلي كي شرب دك وزي الشاي يقول لي يا ولدي الله رضي عليك رأى من السنة اللي هو الصابع هو أن الإنسان يستر نفسه ودار هو دار مع شي دار يجيب لي بس أشي واحد ما عنده شي يعطي لي ملك ترو عليه البشار قال المول كي بيع شامبوان وكي بيع الصابون يحط كذلك دي شغط بش اللي ملقاش يتقى ما يشري ودار رواج تجاري ولكن ما شيق مقصوده رواج تجاري مقصوده هو أنه ينبه الناس على هد السنة الله يتقبل من المهمة ديالك ويحفظها ويرعاها السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله